اهلا بكم حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم والبداية دائما بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحفة السورية لنقرأ من تشرين التي عنونت الهلال دور المنظمة الفلاحية يكمن في تهيئة الظروف والإمكانات وتذليل المعوقات للأخوة الفلاحين كذلك عنونت مشروعات تعاون سوريا إيرانية في مجال المياه والصرف الصحي ومن تشرين إلى الوطن لنقرأ ما جاء فيها لليوم عبداللهيان العلاقات بين طهران وموسكو قوية أكثر من أي وقت مضى روسيا تنسحب من المجلس الأوروبي وتفرض عقوبات على بايدن وبلينكين النقد الدولي يحذر الاتحاد الأوروبي من ركود عميق وكيف لنعترف بأننا لن نكون جزءا من الناتو كذلك كتبت الحكومة تناقش في جلستها الواقع المعيشي للمواطن تحضير جيد لموسم القمح أما عربيا اخترنا لكم الشرق التونسية التي عنونت ترامب يهاجم بايدن إنه يتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفانزويلا وزيلنسكي يناشد الغرب مده بمزيد من الأسلحة وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست رئيس البنك الدولي العقوبات على روسيا سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي أكبر من حرب أوكرانيا ذنيورك تايمز عنوانت اليوم الولايات المتحدة تبني مدمرة جديدة لسلاح بحريتها الڭارديان كان عنوانها العريض معارضة لندن لبوتين لا تبرر توددها للسعودية وآخيرا لموندا الفرنسية مارين لوبان إيمانويل ماكرون يستغل الأزمة الأوكرانية لتخويف الفرنسيين ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها حيث عنوانت صحيفة ماركا لليوم بنزيمة في القمة وثلاثة وخمسون مليون يورو قيمة انتقال هاليند قرية ليدالو سبورت كتبت لليوم الميلان يثق في استمرارية الياء والجوفونتوس يخطط لتجديد عقد تيلاختا تجارة معطلة للاقتصاد عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية وجاء فيه التجارة نشاط تمارسه البشرية منذ القدم وهي أحد أشكال التعافي الاقتصادي للبلد لكن عندما تكون التجارة بسلع المدعومة تصبح حكاية أخرى فقد أثبت الواقع بشأن الدعم المقدم لوسائل النقل وخاصة وسائل المواصلات العامة من خلال الوقود بنزين مازوت فشل التجربة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني وذلك بإيجاد طبقة عاطلة عن العمل تكسب من دون عمل وتعطل المواصلات وتسهم بزيادة تكاليف الانتاج من خلال بيع الوقود المدعوم بالسوق السوداء إن سعر لتر واحد من البنزين بين المدعوم والسوق السوداء يتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف لذلك من البديهي أن من يمتلك بطاقة وقود مدعوم سيجد أن أرباحه بلا عمل أفضل من العمل لهذا نجد وسائل النقل مخفية في أزقة المدن والقرى وكل الإجراءات لا تنفع بل توسع دائرة الفساد لهذه الحقيقة الواقعية سلبيتها أولا على حركة المواصلات نتيجة شبه توقف وسائط النقل عن العمل وثانيا ارتفاع أجور النقل والشحن والإنتاج الزراعي نتيجة شراء الوقود بأضعاف سعره من السوق السوداء فالحقيقة المرة أنه قد تم تعطيل جزء كبير من حركة المواصلات ولا يخفى عن العين نتيجة ذلك من الزحام في الشوارع وتكدس الركاب في المحطات صاحب تكسي الأجراء يكسب فقط من مجرد بيع البنزين كما يفعل صاحب الميكرو من بيع المازوت وخاصة للآليات الزراعية هذا عدا توفير قطع التبديل والتكاليف في تبديل الزيوت فالتربح من بيع الوقود المدعوم يضاهي عوائد العمل على خطوط النقل والأمور واضحة وغير مخفية وفي فقرة صحافة العدو كشفت صحيفة يدعوت أحرانوت الصهيونية وجود حالة من القلق المتصاعد لدى مختلف ما سمته المحافل الرسمية الإسرائيلية بسبب ما وصفته بالعجز الذي أصاب قادة الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب الصحيفة الصهيونية من هذه اللحظة الكل يلعب اللعبة الإيرانيون أخذوا المسؤولية عن الهجوم وأكدوا بأنها عملية ضد الكيان الصهيوني أما الأمريكيون الذين لا يريدون مرة أخرى أن يردوا مثلما في الحالة السابقة في التم فقالوا لم تكن قواعدنا هدف الهجوم بل أهدفاً إسرائيلية وهكذا امتنعوا عن هجوم مضاد ولهذا السبب إسرائيل اليوم قلق جداً من السلوك الأمريكي في هذا المجال وفي فقر تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان تويتر يتيح لمستخدمه إمكانية ترتيب تغريداته وفي تفاصيل تغريدتنا لليوم نشر فريق تويتر سبور تغريدة قال فيها إن منصة تويتر أطلقت تحديثاً جديداً لطريقة عرض التغريدات في الصفحة الرئيسية فبعد أن كان على المستخدم الاختيار بين أحدث التغريدات أو الترتيب الخوارزمي أصبح التحديث الجديد يتيح الطريقتين في شاشة واحدة حيث تقدم الشركة للمستخدمين من خلال هذا التحديث خيارين للخلاصة الأول هو الرئيسية والذي يعتمد على خوارزميات الشركة في تحديد أبرز التغريدات التي طارد للمستخدم بينما الخيار الثاني هو الأحدث الذي يعتمد على الجدول الزمني للتغريدات دون أي استعانة لخوارزميات الشركة استمرت 22 عاما وشملت مئة ودولتين عائلة إرجنتينية تختتم رحلتها حول العالم عنوان خبرنا لليوم في فقط الصفحة الأخيرة وجاء فيها اختتمت عائلة إرجنتينية رحلة حول العالم مدتها 22 عاما وهذه الرحلة النادرة والمجنونة بالسيارة كان يفترض أن تدوم ستة أشهر لكنها استمرت 22 عاما وشملت أكثر من مئة بلد ليس هذا فقط بل أيضا رزق خلالها الزوجان أربعة أطفال وخلصا في نهايتها إلى أن البشرية رائعة وعندما انطلق الزوجان في رحلتهما كان يبلغان من العمر 31 و29 عاما وكان مرتاحين ماديا ويملكان منزلا في ضواحي بوينتس آيريس ويرغبان في إنجاب الأطفال لكنهما أرادا قبل ذلك تحقيق حلمهما القديم المتمثل في القيام برحلة برية بسيارة لمدة أشهر من الأرجنتين إلى ألاسكا وهكذا بدأت المغامرة وفي الرحلة الأخيرة يحتار الأب هيرمان بين القول انتهى حلمي أو حققت حلمي ويضيف كل شيء كان أجمل مما تخيلنا وهذا هو الأهم بالنسبة لنا ويضيف لم تكن الرحلة جميلة ومثالية دائما اتواجهنا صعوبات كبيرة بعدما شهدنا نزاعات وأزمات لكن الاكتشاف الأهم تمثل في الناس الى رشة رسامي الكركتر الصحف الصادرة لليوم الى اللقاء اشتركوا في القناة